في ظل التحضيرات التونسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في اكتوبر 2021 القادم تزداد المنافسة من قبل المرشحين للفوز بهذا الاستحقاق الانتخابي ولسيما بعد قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيسس عيد في حين تم إلغاء ملفات 14 مرشحا آخرين من ضمنهم رئيس الحزب الدستوري المسجون عبير موسي مثلا انتقادات في صفوف الأطراف المعارضة والتي نددت سابقا بالشروط التي وضعتها الهيئة لخوض الانتخابات في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في تشرين الأول أكتوبر القادم أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبولا أوليا لملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم الرئيس الحالي قيسس عيد فيما رفضت ملفات 14 مترشحا بسبب معايير يقول مراقبون إنها صارمة ويصعب تحقيقها فرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بعسكر أعلن في تصريحات صحفية سبت أنه بعد دراسة دقيقة للمطالب تم قبول ثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر تشرين الأول من أصل 17 طلبا وثلاثتهم الرئيس التونسي قيسس عيد والأمين العام لحركة الشعب الزهير المغزاوي والسياسي العياش زمال بعسكر أضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات مشيرا أنه لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية ومن بين المرشحين البارزين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنيدي ورئيسة الحزب الدستوري الحر المسجون عبير موسي ويخول القانون الانتخابي في تونس المرشحين الذين رفضت طلباتهم اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع أيلول سبتمبر المقبل والجمعة الماضية أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على البطاقة عدد ثلاثة ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد هناك فصول جديدة في القانون الانتخابي تم إدراجها في التنقيه 2020 بمقتضى المرسوم 55 وهذه المواناة تباقيت وتعالى الحصول على الأخ optimized على قائمة المترشحين المقبولين أولياً للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعدد التسكيات الشعبية أو النيابية الصحيحة المقدمة وللمزيد من النقاش والحوار حول هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس الصحفية التونسية آسيا العطروس وأيضاً من تونس ينضم إلينا المحلل السياسي صهيب المزريقي أهلاً بكم أضيفاي على شاشة اليوم وفي برنامج قضايا أفريقية أبدأ معك سيدة آسيا إذن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن بأنه تم قبول ملفات ثلاث مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من أصل 17 طلباً بداية سيدة آسيا يعني الإعلام والصحافة التونسية كيف استقبلت هذا الخبر؟ مساء النور بالتأكيد يعني الانتخابات الرئاسية في تونس تستقطب الاهتمام في الداخل والخارج هذا الموعد يعني المصيري بالنسبة لتونس يتطلع إليه التونسيون بالتأكيد أيضاً أن الإعلام كان في الموعد يعني في هذه الندوة التي عقدت في نهاية الأسبوع يعني في وقت متأخر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحقيقة كانت ربما مفاجأة يعني في البداية يعني عندما أعلن عن تحديد موعد الانتخابات وما فتحت الأبواب للترشحات يعني كان حديث عن أكثر من مئة مترشح مفترض يعني أعربوا عن استعدادهم أو عن لخوض هذا السباق في نهاية المطاف يعني كانت الهيئة أعلى لتعن قبول 17 ملفاً وعندما تم يعني قبل غلق بعد غلق الترشحات يعني كان هناك ثلاثة ترشحات ثلاثة ملفات قبلت وهي ملف رئيس الجمهورية المنتهية ويجايته الأستاذ قيس سعيد ثم يعني رجل الأعمال وثم زهي زرش الأعمال أمين عام حركة عيش الزمالي بالأحراج الأعمال وهو رئيس حركة عزيمون ثم زهي مغزاوي يعني أمين عام حركة الشعب تقريباً هذه هي الأسماء الثلاثة المعلنة حتى الآن ربما تتغير الأمور بعد استكمال الطعون وهذا لا نعرفه قبل سبتمبر القادم أكيد أن هناك جدل كبير يرفق هذه الانتخابات في الأجواء التي ترافق تقديم الترشحات يعني الانتخابات التي تواجه للهيئة في التعاطي مع الكثير مع عدد من الترشحات بيانات الرفضة التي رأيناها أيضاً لعدد من المترشحين سواء تعلاق الأمر بالبطاقة عدد ثلاثة وما أثرته أيضاً من تساؤلات ومن نقاط استفهام أو كذلك يعني ما أوضحته الهيئة بأن أغلب من رفضت ترشحاتهم تعود لأسباب عدم استكمال السروط القانونية المطلوبة وجمع سواء تعلق الأمر بجمع التسقيات أو بتقديم الضمانات وهي عشرة ألاف دينار تونسي ما يواهز تقريباً ثلاثة فسلاثة ألاف أورو وبالتالي ما زال الغموث في سيد المشهد حتى وإن كانت تقريباً الصورة واضحة الآن يعني بعد ثلاثة مدر الشيحين نعرف جيداً أن الأمور بالنسبة لرئيس قيس حيض هي تكاد تكون الأفضل حضوظاً في هذا السباق بالنظر إلى الدعم الإعلامي إلى الشعبية إلى الكثير من المساء التي تجعله الأوفر حظاً في ظل طبعاً لا يمكن أن نسقط من الاهتمام يعني كل الانتقادات الموجهة لأداء الحقيقة وفي التعاطي مع قبول هذه الترشوحات وفي ما يصف أيضاً من الكثيرين من سياسة الضغط أو الهرسلة أو في التعاطي مع الملفات في نوعات المطاف يعني مازال تقريباً قبل شهرين على هذا الموعد الغموض سيد الأشهر المشهد كما أسلفت مازالت الحملة الانتخابية لم تنتلق بعض أحنا حتى الآن عشنا على وقع يعني الأخبار المتعلقة بالمواعيد بالملفات والقضايا بيعني ما رافق العديد من الترشوحات من ملفات قانونية أو غيرها بالنسبة للمترشيخين في السجون كما هو الحال بالنسبة لعمير موسي زعيمة حركة الدستوريين أو المرايحي أو المترشح من الخارج أيضاً الوزير السابق في حكومة بن علي المنظر السنيدي أو غيرها وما زال الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الأجواء الحقيقة هي أجواء غير مسبوقة وهي أجواء نتعطى معها كل يوم نكتشف المزيد من المفاجآت سيكون مع نسبة المشاركة مهمة ومهمة جداً بالنظر إلى عزوف التونسي تقريباً من العمل السياسي من الانتخابات هناك مقطة مهمة أيضاً نعتقد أن النخب السياسية والأحزاب السياسية لم تجد قراءة التاريخ والأحداث ولم تستفد كثيراً من العقد الأخير وما تخلى له أيضاً من انقسامات كبيرة وكبيرة جداً ومن فشل ذريع في التوافق حول مرشح واحد يمكن أن يكون مناسف جيد ومنافس جيد ومنافس له وزنه في المشهد نحن كغيرنا نكتشف هذا المشهد السياسي بكل ملابساته بحيط به في انتظار موعد الاستحقاق يوم السادس من أكتوبر القادم تقريباً هذا هو المشهد الألم يتعاطى مع هذا الموعد الانتخابي بما يتوفر من معلومات ويتوفر من تصريحات لأنه طرحة ليس هناك الكثير من المعلومات التي يمكن تقديمها أو البناء عليها يعني حتى الهيئة أظهرت أنه ذيق صدرها بالملاحظات أو الانتخابات سنعود لاستكمال الحوار معك دعينا أيضاً نشرك في النقاش سيد سهيب المزرقي ضيفنا أيضاً من تونس أهلا بك مجدداً سيد سهيب على شاشة اليوم إذن قبول ملفات ثلاث مترشحين بينهم الرئيس الحالي قيسي صعيد ورفض 14 ملفاً هل هذا كان متوقعاً؟ وهل هذه النتيجة ستتغير في حال تقديم الطعون في هذا القرار؟ أهل وسهل ومرحباً بكم ومرحباً بكل السادة المشاهدين نعم اليوم تونس تعيش على وقع عرص انتخابي جديد ومحطة مفصلية في المستقبل السياسي تونسي خاصة أنها محطة تتزامن مع مستوى انتخابات رئاسية ونحن نعرف أن الشعب تونسي عادة ما يكون في مستوى اللحظة التاريخية ويكون تواقل اختيار من يمثله في السلطة التنفيذية أو الوظيفة التنفيذية وفق دستور 25 جولي 2020 فبالتالي اليوم خاصة بعد ما أعلنت عليه الهيئة العليا مستقل للانتخابات من ناحية قبول فقط ثلاثة مترشحين وهم الأستاذ الرئيس قيسة زعيد وأيضاً الأستاذ زهير المغزاوي ورجل الأعمال ورئيس حركة عزيمون وهو العياش الزمال فبالتالي اليوم أمام هذه التركيبة نشوفه أنه فما ثلاث مدارس فكرية وثلاث مدارس إديولوجية مختلفة فأنا نتكلم عن الطيار الليبرالي نتكلم عن الطيار القومي ونتكلم أيضاً حتى على رئيس الجمهورية الذي جاء باحثاً عن تصور وعن رؤية قد يستمدها من رؤية الشعب ومن متطلعاته وألامه وأماله في التحرر وفي البناء الجديد للدولة التونسية وكان يعني الشعب التونسي ورئيس الجمهورية قد سرح أيضاً عديد المرات بأن الشعب التونسي يريد استعادة الدولة من البرافن العشرية الفارتة وما يعني تم التمسك بها وأيضاً يعني النقاط السوداء التي طالت تلك العشرية الأخيرة على غرار الاغتيالات السياسية على غرار الارتفاع المديونية على غرار يعني أنه الارتهان لقوى أجنبية وارتهان أيضاً للسناديق المانحة والجهات المانحة المالية أيضاً يعني كانت هناك تفريط وتفويت في المؤسسات العمومية كان هناك يعني اقتراض كبير ورهيب بحيث أنه أثر ذلك على الميزانية العامة للدولة التونسية وأثر ذلك حتى على عجلة الاقتصاد التونسي وهروب المستثمرين إلى غير ذلك من كل الشوائب التي شاهدناها فاليوم يعني نشوفوا أنه المحطة الانتخابية هذه هي محطة مفصلية وحتى ممكن أن نرسم فيها سياسة جديدة للدولة التونسية في مرحلة ما بعد الخمسة السنوات أيضاً يعني حتى على مستوى تقني بش نحكيه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعني كانت قد عقدت أمس الأول ندوة صحفية بيّنت فيها أولاً يعني أسماء المترشحين المقبولين أولياً أيضاً يعني بيّنت فيها بأن الذين يعني تم رفضهم وهم أكثر من 14 شخص خاصة أنه في الأول يعني بداية فتح لسحب استمارات الترشح سمعنا أكثر من 100 مترشح يعني سمعنا رينا فيهم شكون هما من الحقل الفني رينا شكون فيهم من الحقل الرياضي رينا شكون بتبعات الحال من الحقل السياسي يعني كان هناك تعددية كان فيما تنوع في المشهد الانتخابي ومن ناحية سحب الترشحات إلى غير ذلك فمؤخراً يعني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالت بأن الجل الذين رفضوا أو كل الذين رفضوا يعني لم تكن التعل الأساسية في رفضهم هي البطاقة عدد 3 وأن الدولة التونسية تعاطت إيجاباً مع هذا المعطى الذي يعني هو ركن أساسي من أركان القانون الانتخابي الذي ينص بالأساس على أنه يجب أن تسحب البطاقة عدد 3 من المزارة الداخلية والتي تثبت براءة والتي تثبت سجل المترشحين أنه خال من الجرائم سواء الجرائم المدنية أو الجرائم الدينائية أو حتى الجرائم المالية لأن ذلك يظهر في البطاقة عدد 3 بالتالي يعني أيضاً كان هناك قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد أعربت عنه وأنوى وينص على أن الذين لم تقبل ملفاتهم كانت بالأساس مبنية على عدم جمع التزكيات وعدم استفاء التزكيات من جهة أيضاً حتى وإن كانت هناك التزكيات بأنها لم تكن موزعة على أكثر من 160 دائرة انتخابية بالتالي يعني لم تكن كل الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد الناخبين أكثر من 10 ألف لم تكن هناك فيها التزكيات بالتالي يعني اليوم نرى بأن المترشح الوحيد الذي جاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعدد كبير جداً من التزكيات هو الرئيس خيسي سعيد الذي يعني كان في اليوم الأول قد أعلن على أكثر من 240 ألف سنعود لنناقش هذه النقطة أيضاً معك دعنا ننتقل إلى سيدة آسيا سيدة آسيا يعني حضرتك كصحفية الإعلام طبعاً بآخر فترة تناول الكثير حول أجواء الانتخابات وتحدث عن أن هناك تضييق على المترشحين وأن الرئيس الحالي قيسي سعيد يعني حاول التضييق على ترشح منافسه في الانتخابات المقبلة يعني برأيك كصحفية أنت على الأرض هل المناخ الانتخابي في تونس هل كان ديمقراطياً؟ هو نقيقة سؤال صعب جداً يعني في ظل معنتها البيانات والاتهامات المتبادلة يعني الصلات الرسمية تؤكد أن كل الأجواء الانتخابية حتى الآن يعني تقديم الترشحات تقول أنها يعني وفق الدستور وفق القوانين وفق المتعامل بها ولكن في المقابل نجد أن عدد من المترشحين أصر على إصدار بيانات واستنكرها ومن ذلك المرشح ناجي جلول منظر الزنيتي كما أتلتنا وغيرهم أيضاً ممن سواء الذين انسحبوا قبل إغلاق الباب ترشحات أو من أعلنوا أنهم سيطعنون أو سيواصلون هذه المرحلة وبالتالي يعني هناك اتهامات متبادلة بين السلطات الرسمية وبين هؤلاء المترشحين بل الذين ينفون أنه ويشككون أو بشأن يعني ما أصدرته الهيئة حول يعني التأكد من 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 التسكيات ويصرون على أنه عملية عملية يعني رصد وهذه التسكيات تم في غياب المعنيين أو في غياب أيها المراقبة وبالتالي يعني هناك الكثير من التساؤلات التي تعينوا أيضاً الإجابة عنها في هذه المرحلة أو غيرها يعني على الأقل حتى ضماناً للشفافية أيضاً احتراماً للرأي العام واحتراماً للإعلام في هذه الانتخابات كما أسلفنا وهي انتخابات يعني مصيرية بالنسبة لتونس يعني خاطر تقريب أن المناخ كانت ديمقراطي سيدة آسيا كانت ديمقراطي أم غير ديمقراطي الحقيقة لا يمكن نقول لهذا ولا ذاك هي أنتخاب هي أجواء تثار بشأنها العديد من التساؤلات يعني رأينا التضييق على الإعلاميين في تغطية الأحداث رأينا يعني عودة للصنصرة هناك يعني صحفيين رحنا الإيقاف هناك محاكمات هناك ملاحقات لمفكرين لننتقل إلى سيد صهيب أستاذ آسيا يعني نفس السؤال سيد صهيب هل كان المناخ المناخ الانتخابي في تونس ديمقراطيا في هذه الانتخابات يعني كما قلنا هناك العديد من الاتهامات للرئيس قيس سعيد بأنه يعني ضيق على منافسه وأيضا الهيئة العليا للانتخابات هذه المرة وضعت شروط للترشح أكثر سرامة من ذي قبل هو لنتفق أولا يعني في تحديد الطبيعة الديمقراطية التي نتكلم عليها يعني هل هي الديمقراطية الليبرالية التي شاهدناها في العشر سنوات الأخيرة يعني التي فتحت لنا كل يعني أشكال التعامل الغير قانوني والغير أخلاقي والغير مسؤول في العملية الانتخابية من ناحية يعني شراء الزمام من ناحية المال الفاسد الذي كان يستعمل من ناحية يعني تزوير عقل الناخبين إلى غير ذلك أم نحن نريدها ديمقراطية حقيقية وديمقراطية شعبية وتمارس فيها يمارس فيها الشعب التونسي كل أشكال الحرية في اختياره لمن يمثله في السلطة وأيضا يعني يتم التوجه باحترام لإرادة الشعبية أنا أعتقد أنه اليوم التوجه في إطار يعني أن رئيس الجمهورية قاسس عيد ذهب في تصفية خصومه أنا أستبعد أن يكون هناك نية لرئيس الجمهورية أو تكون نية للمحطة الانتخابية في تصفية الخصوم خاصة يعني أنه الهيئة العلية المستقلة للانتخابات يعني كانت قد تبقت حتى القانون في 2014 الانتخابات وهو ما تكلم عليه فاروق بعسكر مؤخرا الرئيس الهيئة العلية المستقلة للانتخابات أيضا يعني كل المترشحين يعلمون أن عدد التزكيات الذين هم مطالبون بجمعها يعني هم يعلمون أن بطاقة عدد ثلاثة هي كانت ضرورة بل بالعكس يعني حتى المعارضة لرئيس الجمهورية قاسس عيد المعارضة لمصاري 25 جويلة في حد ذاتها كانت تطالب أن تكون هناك البطاقة عدد ثلاثة في الترسحات لسواء النيابية أو حتى الرئاسية متعللين بذلك أنه ليس من المعقول أن يحكم تونس أو أن يمثل الشعب التونسي من له سوابق عدلية فبالتالي اليوم يعني بالنسبة للبطاقة عدد ثلاثة كانت قد حسمت وأعلنت عنها يعني المستقل الانتخابات بأنها سيد سعيد أظن على المقاطع لكن الوقت المخصص للبرنامج انتهى ستكون لدينا نقاشات في حلقات قادمة حول الانتخابات التونسية سهيب المزرق محلل سياسي كنت معي مباشرة من تونس وأيضا من تونس الصحفية التونسية آسيا العطروس أشكرك جزيل الشكر على مجمل إضاحاتك والشكر موصول لكم مشاهدين أينما كنتم إلى اللقاء شكرا